السلام عليكم ورحمة الله متسبعي وصفات أسماء مرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم غنشارك معاكم زلابية البانان وشكل مكي على فشاة زلابية يعني حلوة من الزمن الجميل ورائعة كتجي رائعة ومعلكة وزوينة بزاف وإن شاء الله تنال إعجاب ديالكم المكونات اللي غد نعطيها لكم مكونات مضبوطة مع جميع الأسرار ديالها باش تكون ناجحة معاك من أول تجربة إلا كانت كتعجبك هاد الوصفة وما كتعرفي جديد لها معك إلا تتابعي هاد الفيديو تل الأخير وفرجة ممتعة الناس لأول مرة كتشوفوا في القناة ديالي كنقول لكم مرحبا بكم في القناة واشتركوا للمزيد من الوصفات وفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا بالجديد ديال فيديوهات وندوزوا مباشرة المقادر مع طريقة تحضير بالنسبة للمكونات غا نحتاج هنا كأسين ديال الدقيق الأبيض غادي نحتاج معاهم نصف كأس ديال الساميد الناعم يعني هادك الساميد الرقيق اللي كان ديرو به البسبوسة وكان ديرو به الحرشة والبغرير قبصة ديال الملح ملعقة صغيرة ديال القرفة تكون مطحونة مزيان وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان هادو المكونات الجافة ومن بعد غادي ناخد هنا واحدة الإناء اللي غادي نوضع فيه كأسين ديال الماء يعني نفس الكوؤوس اللي عبرت بيهم دقيق وهنا أربع كاس ديال الزيت سوي لك انتي غا تخدمي بالكاس ديال العنبة اولا كأس كبار منه وهنا غادي ندير ملعقة كبيرة ديال العسل هنا ممكن انك تديري العسل اولا القليكوز ممكن انك تعود العسل بالقليكوز إلا ما عندكش العسل الدور ديال هاد العسل كيعطيها تحميرا يعني كيعطيها واحد اللون يكون زوين من اللي كتتتحمر وكذلك واحد تعليكة من الداخل ديال الزلابية من بعد غادي نحط هاد الخالط فوق النار ونخليه حتيغلى غادي غير نحرك العسل باش ما يبقاش من اللصة قلية تحت من يعني في القاعدة وغادي نخليه حتيغلى هاد الخالط كيف مما كتشوفو ما نخلوش فوق البوطة بزاف باش ما يتبخرش هادك الماء اللي درنا حين تكينين غير كأسين فقط غادي غير نخليه طلع في هاكو الغلية يغلو صافي ومن بعد غادي ناخد هادك المكونات اللي خلطت في الاول يعني دقيق مع القرفة مع الملح غادي نديرهم في هاد فوق الماء اللي يكون غليان وغادي نخلط هاد المكونات بملعقة خاشبية غادي نخلط هاد الخالط سخون يعني حاولي انك ما تديريش ايدك دابة حتى تحسي بالخالط بدك يدفع غادي خلطي مزيان مزيان كيف مما كتشوفو احنا كنخلطو وهدك الدقيق كيتشرب السوائل وشوفو يعني المقادير اللي اعطيتكم مقادير مضبوطة 100% يعني تشي اضافة ما ضفتها يعني ما ضفت تشي حاجة وما قصت تشي حاجة بالنسبة الناس اللي غايكون عندهم مثلا الخالط كيتشرب يعني حاولي انك يمد ديريش الخالط مرة واحدة ويلجاك الخالط يعني خفيف بزاف زيدي ملعقة فقط ديال الدقيق ولكن هاد المكونات راه همضبوطة اللي اعطيتكم ومن بعد مما جمعت الخالط وده بحسيت بي انه يعني قادر انني نحط في اليد ديالي وخبق يسخون ولكن يعني ماشي كالدرج انه يعني كيحرق غدي ناخد الخالط كالعاجين وغدي نقسمه على جوج النصف اللي غدي نخدم بيه غدي نخليه على دبرة والنصف الاخر غدي نخليه في البلاستيك ضروري هاد المرحلة باش العاجين ما كيديرش لنا وحد القشرة وما كينشفش وهنا غدي ناخد البوق اللي غدي نشكل به هاد العاجين يا اما بهد طريقة هادي الناس اللي عندهم الماكينة ديال الكفتة او اللي الماكينة ديال الكعك راهة سهلة وضغية غدي تكملي هاد الكمية انا حاولت انني ندير غير البوق او لا البوش هاكا باش حنت ماشي الناس كاملين عندهم الماكينة انا غدي نخدم يعني بالواسئلة اللي الاغلبية ديال البنات غدي تكون متوفرة عندهم لا بوش او لا البوق وهناك نحاول انني نخرج العاجين من لا بوش حاولوا انكم تخرجوا العاجين مرة واحدة ما تديروش وتقطعو باش ما كيجيوش واحد يعني تموجات شوفو كيفاش كتخرج العاجين والعاجين ما خفيفة ما اه يعني ما تقيلة وضروري ما خستش تكون تقيلة بزاف باش تخرج ليكم من البوق او لا من البوش هنا فرجت الورق ديال الزبدة وغادي نخليها على الاقل واحد ساعة حتى كتنشف وما كتبقاش تلصق في الايد يعني نحاولوا اننا خلوات تتنشف ونقدروا اننا نهزوها ونتحكموا فيها والتشكل ديالها كيبقى محافظة على الشكل ديالها في القلي هنا اخد من اللي نشفات كان ناخد مقلات اللي غانوضع فيها شوية الزيت تكون شوية بزيت وكانوضع فيها هاد الزلة بيا هنا حاولوا انكم متسوشيوهاش بزاف يعني ما تقيسوش الزلة بيا بالفورشيت او اللي شي بالبسكين او اللي شي حاجة بايش ما كتتفرتش ليكم وكنخلي واحد تكتشد فيها العافية مزيان عاد نقدروا نقلبوها بالنسبة للطهي ديالها كيف ما كتشوفوا في الاول كتكون نار مجهدة حتى كتشد دراسها ونقصوا ليها العافية ضروري هاد المسئلة نتابهوا ليها ما تديروش يعني النار تكون مهي لو من اللي تبوا تحطوها حطوها وهي العافية تكون مجهدة ومن بعد عاد نقصوا ليها وخلوها يدخلها الطياب وهنا من بعد ما كنحيدها من الزيت مباشرة كنحطها في العسل او اللي تقدروا تديرو هادا كالقطر او اللي الشاربات مثلا كأس ديال الماء مع كأسين ديال السكر مع الحامض وتخلوه يتبخ وهو اللي تعسلو فيه انا درت هاد العسل راني شاركتو معاكم في القناة سترقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف عسل رائع عندي تقريبا نجوج فيديوهات دول العسل في القناة وناجحينو هم اللي كنخدم بيهم لي كوموند ديالو لي يعني عسل منزلي ناجح وتقدري حتى تصيبي منه كمية كتيرة لو تبيعي على شلا اللي بنات اللي كي بغيوا يخدمو على روسهم في رمضان او اللي من غير رمضان وهنا من بعد اما كملت الكيمية اللي عندي شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي رائعة واللون ديالها كيجي موحد ومقرمشة إلا تبعتوا هاد المراحل كاملة من الاول احتل القلي طريقة اه يعني جميع التفاصيل اللي اعطيتكم ان شاء الله تجيكم ناجحة من اول تجريبة وغادي نوريكم الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي 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 العسل شاربة ولاصق عليها العسل حينت العسل ناجح وشوفوا الشكل ديالها من الداخل هاداك القرفة كتعطيها واحد اللون واحد الماضاق والله العظيم الى اجات رائعة والديدة وان شاء الله إلا تبعتوا هاد المراحل يعني ما غاديش تبقى تخطاك من الدار غاديريها بالرمدان والناس اللي كتبغي تبيع الهدز الليبي والمعسلات يعني مشروع رائع والكلية اكيد غادي احمقوا لها من الماضاق ديالها ومن الشكل ومن الجودة ديال المكونات ديالها كنتمنى هاد الفيديو يكون الاعجاب ديالكم الاعجبكم بارتاجيوا مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة شكرا على المشاهدة شكرا على الدعم ديالكم المتواصل الى فيديو قادم و الى وصفة قادمة باذن الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة